اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء ان العمل التكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجسد روح الفريق الواحد فريق البحرين ويعكس ما وصل اليه التعاون المشترك بين السلطتين من تقدم يدعم مختلف مسارات العمل الوطني واشار سموه الى اهمية مواصلة وطيرة التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مصلحة الوطن وابنائه ويدعم اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الاكذبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من اصحاب السعادة من كبار المسؤولين معالي السيد احمد بن سلم لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حيث نوه سموه بالجهود الفاعلة لاعضاء السلطة التشريعية في مواصلة تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز التعاون مع السلطة التنفيذية ودعم مختلف المبادرات والخطط الرامية لمواصلة مسيرة التحديث والتطوير بما يحقق المزيد من الانجازات ويعود بالخير والنماء على الجميع وقال سموه ان العمل مستمر بكل عزم على تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل اجراءاتها وتحديث آلياتها في كافة القطاعات عبر مبادرات تستهدف ضمان وصول هذه الخدمات إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا سموه في هذا الصدد إلى أولوية تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين ونوها سموه بما يبذله أعضاء فريق البحرين من خلال مواقع عملهم المختلفة وما يقومون به من عمل دؤوب وجهود مخلصة هي موضع فخر واعتزاز ومحل تقدير دائم من جانبهما أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يليه سموه من حرص واهتمام مستمر على تطوير وتعزيز التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤكدين حرص السلطة التشريعية على دعم كافة الجهود التي تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة